السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد معكم الدكتورة آية طبيب مكمل أمراض الجلدية هنتكلم النهاردة عن كيفية الوقاية من أمل الشعر وهقول على طريقة طبيعية إزاي تتخلصي أو إزاي يتقي أطفالك من أمل الراس أو من حشرات الشعر طبعا كلكم عارفين الإحساس لما المدرسة تبعت ورقة مع الأولاد وبدقول فيها أنهم اكتشفوا حالة مصابة بالأمل في الفصل ويجب فحص شعر الأولاد التأكد من سلامتهم وعشان الواحد ما يفضلش عايش في الرعب ده على طول جبتلكم النهاردة طريقة طبيعية للوقاية من أمل الشعر دي الحاجات اللي هتحتاجيها أول حاجة هتجيبي نص لتر مية زيت لفندر زيت شجرة الشاي وبخاخة مية يعني بخاخة فضية طب الطريقة هتحط المية في البخاخة هتضيف عليها حوالي 40 أطرة من زيت شجرة الشاي أو حوالي 2 ملي يعني أنت لو بتعاييري بسرنجة ممكن تخذي 2 ملي من زيت شجرة الشاي وحوالي 20 أطرة من زيت اللفندر يعني حوالي ملي واحد رجيهم كويس واستخدميهم على الشعر يوميا قبل تسريح الشعر في الصباح الخليط دوت ممكن أنت تسبيه على الشعر من غير ما تشطفيه ولا أي حاجة لأنه يعتبر مخفف وممكن برضو تضيفي زيت شجرة الشاي للشامبو والبلسم الخاص بالأولاد هتحطي حوالي 6 أطرات من الزيت لكل 100 ملي تعالوا بقى نتكلم عن فوايد الزيوت دي فيه 3 فوايد أساسية بالنسبة لزيت شجرة الشاي أول حاجة أنه هم لقوا أنه بيحارب الأمل والسبان أو حشرات الشعر ثاني حاجة أنه برضو بيحارب الأشرة بتاعت الشعر ثالث حاجة أنه يعتبر مطهر مقاوم للبكتيريا والجرسيم طب بالنسبة لزيت اللافندر لقوا أنه برضو بيحارب الحشرات بتاعت الشعر ده غير أنه برضو بيحسن من مشكلة تسوق الشعر هنتكلم بقى عن شوية نصايا حامة أول حاجة بالنسبة لشعر الولاد حاول أن أنت دايما تقصي شعرهم ما تسوقهش طويل أما بالنسبة للبنات هتحرصي على رفع الشعر لأما تعمليه كعكة أو تعمليه دفيرة ممن بقى الشعر ملموم ثاني حاجة هتنصحي ولادك بعدم تبادل فرش الشعر أو الطوائي مع أصدقائهم ثالث حاجة أن أنت لازم تشتري الزيوت ديت من مكان موصوق فيه رابع حاجة لو أطفالك مصابين فعلا بحشرات الشعر فأنا هسيب لك فيديو إزاي تعالجي حشرات الشعر بالتفصيل هسيبولك في سندوق الوصف وفي أول تعليم ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه عشان تفيدوا أكبر عدد من الناس ولو لكم أي سؤال أو استفسار يتصابولي في التعليقات وشكرا